نبدأ النقاش حول هذا الملف ولكن بداية ينضم إلينا أبو بكر بشير مرسل القاهرة الإخبارية في لندن أبو بكر أهلا وسهلا بك معنا نتحدث عن أن هذا الاجتماع أو هذا المؤتمر للمحافظين هو الأول منذ تولي سوناك لرئاسة الوزراء يعقد في منشستر ما الذي جاء في جعبة المحافظين خلال هذا المؤتمر أبو بكر نعم المؤتمر هو مؤتمر انتخابي المفترض أنه تقليدي ولكن الاشكالية عن الانتخابات على بعد عام وأن المحافظين في أسوأ ظروفهم استطلعات الرأي الأخيرة فقط في شهر سبتمبر المنقضي تقول أن حظوظة العمال حقيقة هي تقارب ال46% من أصوات الناخبين مقابل 24% فقط من الناخبين لا زالوا يعتقدون أن التصويت للمحافظين هو الخيار الأفضل الدوافع التي تحرك هذا المزاج الانتخابي العام نحو اليسار أكثر ونحو العمال هي دوافع الاقتصادية بالأساس هناك أزمة غلاء معيشة كبيرة وأزمة اقتصادية عامة حقيقة تطال بريطانيا بشكل عام بأسباب مختلفة ومتلاحقة بدأت مع أزمة بريكزيت وتبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد وعلى حرية التجارة ثم جاءت جائحة كورونا وما تلاها من إغلاق الاقتصاد بشكل عام واضطرار الحكومة حكومة المحافظين لذهاب إلى الاقتراض لتمويل توقف أو لتغطية عجز الاقتصاد الحديث عن اقتراض الحكومة أكثر من 375 مليار جنيه استرليني فقط في أزمة جائحة كورونا ثم جاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتزيد الطينة بلا لسيما على مستوى قطاع الطاقة كل هذه الأزمات انعكست سلبا على مزاج الناخبين الذين بكل تأكيد هم يحملون على الحكومة وحكومة المحافظين المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية الحالية ولذلك هم يذهبون الآن أكثر ناحية اليسار التوضيحات أو الخبراء يقولون أن المحافظين يخسرون نسبة كبيرة من أصوات الناخبين في شمال البلاد ووسطها بالأخص وطبعا هناك بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية هناك شعور بالتمييز ضد هذه المناطق لسيما مثلا في الملف الحاضر أخيرا في الإعلام هنا في بريطانيا والمسيطر على السحة وهو ملف إلغاء الحكومة لما يعرف بـ HS2 بلان وهو خطة لإنشاء قطار سريع يربط لندن بشمال البلاد هذا المشروع تم بالفعل إلغاء الحديث عن عدم إمكانية تنفيذه بعد الآن لأن تكلفة المبدئية كانت 30 مليار جنيس تيرليني الآن الحديث عن أكثر من 100 مليار والحكومة لا تمتلك هذه الأموال لذلك هناك غضب متزايد هذا القطار كان ينتهي به المطاف أو يصل مدينة مانشستر بالذات ببيرمينغ هام وبلندن ويأتي مؤتمر المحافظين في مدينة مانشستر في وقت سكان المدينة غاضبون ومحافظ المدينة وجهة انتقادات لاذعة لحكومة ريشي سوناك والمحافظين بسبب ما يصفه بالتمييز ضد سكان المناطق الذين هم خارج العاصمة أيضا أزمات اقتصادية بالأساس هي التي تحرك مزاج الناخبين أكثر نحو اليسار من ضمن الأزمات الاقتصادية أبو بكر بالتأكيد الضرائب وارتفاع الضرائب التي تؤرق البريطانيين إلى حد كبير هل تعتقد أنه بإمكان كبار أعضاء حزب المحافظين ممارسة الضغوط على حكومة سوناك من أجل المزيد من التخفضات الضريبية أملا في تحسين شعبيتهم يعني التي كما تقول بدأت تتراجع هناك طيار حقيقي داخل حزب المحافظين تقوده ليستراس التي كانت تولت منصب رئيسة وزراء بريطانيا لأربعة واربعين يوما فقط هي تقود طيار تحدثت اليوم في المؤتمر في مؤتمر المحافظين وطالبت بشكل واضح وصريح بخفض الضرائب على المواطنين بنسب كبيرة حقيقة بالإضافة إلى أنها تقول أن هذا الخفض سوف يؤدي إلى جذب مستثمرين أجانب وإلى حماية رؤوس الأموال البريطانية المحلية من مغادرة البلاد والانتقال إلى الخارج لكن رئيس الوزراء ريشي سوناك وعلى لسان وزير المالية جوري ميهند كان بشكل واضح جوري ميهند تحدث اليوم أيضا في المؤتمر تحدث بشكل واضح أنه لا توجد إمكانية لتنفيذ أي تخفضات على الضرائب لأن ذلك سوف ينعكس بشكل واضح على التضخم وقال أن الأفضل من ذلك وأن التخفيض الحقيقي على الضرائب هو عندما يتم تخفيض التضخم من الواضح أن الخط السياسي والاقتصادي لتيار سوناك جاز التوصيف داخل حزب المحافظين هو التمترس خلف هدف واحد وثابت وهو خفض التضخم إلى النصف كما جاء في تقريركم مع بداية العام عندما تولى ريشي سوناك رئاسة الوزراء تعهد بالتزامات خمسة ألزم بها نفسه مستحقة مع نهاية العام فشل بشكل كامل في أربعة منها واحدة مثلا منها هي ملف الهجرة تعهد بوقف تدفق اللاجئين إلى بريطانيا اللاجئون لا زالوا يتتفقون إلى بريطانيا والمراكب لا تزال تحملهم وتاتبهم من فرنسا تعهد بترحيلهم إلى رواندا وفشل في ذلك تعهد بوضعهم في بوارج سكنية ولم ينجح في ذلك ما يثير غضب الجمهور هنا والناخبين أن كل هذه الأفكار حقيقة تزامنت مع إنفاق الحكومة لعشرات وربما مئات الملايين من الجنيهات من أجل تنفيذها وفشلت كلها إذن خطة الهجرة وهي واحدة من الاتزامات ريشي سوناك فشلت فشلا دريعا تعهد أيضا بتقصير فترات انتظار المرضى للحصول على مواعيد مع الأطباء الذي حصل أن هذه الفترات زادت وبشكل كبير بل أن بعض المرضى ألغيت مواعيدهم لثلاثة وأربعة مرات حتى يضاف إلى ذلك أن الأزمة تعمقت وطالت الطرف الآخر من المعادلة وهنا أبو بكر أسألك منذ تولي سوناك لرئاسة الحكومة لم تهدأ الإضرابات في كثير من القطاعات الحيوية كيف هو الحال الآن؟ هل هدأت وثيرة هذه الإضرابات؟ الإضرابات مستمرة المضربون يعلمون أن الحكومة هي التي تقع تحت ضغط الوقت الانتخابات على بعد عام من الآن وهذا عامل ضغط على الحكومة وليس ضغطا على المضربين اليوم فقط باليوم نفسه في مانشستر وبالقرب من مقر المؤتمر تظاهر عدد من الأطباء ليسمعوا صوتهم إلى المجتمعين هناك بالنسبة للحكومة هذا يعيدنا إلى التعهدات الخمسة مرة أخرى التعهد الوحيد الذي نستطيع القول أن الحكومة تسير على الخط السليم من جهاز التوصيف لجهة تحقيقه هو خفض التضخم الحكومة وريشي سوناك تعهد بخفض التضخم إلى النصف يومها كان عشرة في المائة والنصف المستهدف هنا هو خمسة في المائة اليوم التضخم ستة فارزة سبعة في المائة ريشي سوناك يحتاج في نهاية الأمر أن يقول أن رضيه خطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر